ونجحت التجربة دقت الساعة فتسارعت دقات قلب المخترع الشاب واشتد قلقه والضرابه وهو ينتظر نتيجة التجربة النهائية لجهاز لاسلكي الذي صممه بعد سنوات من البحث والاجتهاد مضى الدقائق شبيهة بالسنوات وهو جالس لا يتحرك ولا يكاد يسمع له همس وقد تركز شعوره في السماعة المثبتة على أذنه والموصولة بالجهاز الموضوع على المنظدة أمامه لقد ثبت بالجهاز سلكا امتد عبر نافذة المختبر ليصل إلى طائرة من ورق تتأرجح في الجو مع الريح إنه ينتظر والخوف يملأ قلبه وفجأة انبسطت أسارير وجهه وافتر ثغره عن ابتسامة رقيقة ثم مد يده المرتجفة إلى مساعدة الجالس بجانبه وقال له في لهجة تنم عن الفرح اسمع اسمع معي لقد سمعت دقات خافتة هل تسمع أنت ذلك؟ أخشى أن أكون واهماً وأثبت مساعده السماعة بسرعة وأنصت باهتمام ثم وقف ضاحكاً وهو يقول كلا يا ماركوني لست واهماً إنها الدقات الثلاث المتفق عليها واستطاع ماركوني لأول مرة في التاريخ أن ينقل رسالة باللاسلكي عبر المحيط الأطلسي وهذه الرسالة هي تلك الدقات التي اتفق عليها لتجربة جهازه العجيب مع جماعة من العلماء كانوا في تلك الساعة مجتمعين لهذه الغاية في موقع يبعد عنه بما يناهز الألفين ميل وطفر الدموع الفرح من عيني ماركوني المخترع الشاب وأخذته نشوة عارمة فراح يرقص بشراً وحبوراً عن مجلة الهلال بتصرف أكتشف وأفهم واحد أقرأ العنوان ثم أعين اللافتة المناسبة للنص شاب يتوصل إلى اختراع جهاز لاسلكي شاب يخاطب شخصاً آخر بواسطة الهاتف الجوال الإجابة اللافتة المناسبة للنص هي الآتية شاب يتوصل إلى اختراع جهاز لاسلكي اثنان أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية ألف ما هي التجربة التي يتحدث عنها النص الإجابة التجربة التي يتحدث عنها النص هي اختراع جهاز لاسلكي با فيما تتمثل الرسالة التي اتفق عليها ماركوني مع العلماء الإجابة تتمثل الرسالة التي اتفق عليها ماركوني مع العلماء في انبعاث الدقات الثلاث جين أين كان العلماء مجتمعين أثناء هذه التجربة؟ الإجابة كان العلماء مجتمعين أثناء هذه التجربة في موقع يبعد عن المخترع ماركوني بما يناهز الألفين ميل ثلاثة ألف أغير الكلمات المسطرة بما يفيد المعنى نفسه لا يكاد يسمع له همس امبسطت أسارير وجهه مد يده المرتجفة طفرت دموع الفرح الإجابة لا يكاد يسمع له صوت امبسطت ملامح وجهه مد يده المرتعشة نزلت دموع الفرح باء أستخرج من النص عبارة معناها تدل على الفرح الإجابة الفرح النشوة أعمق فهمي أربعة أعين مما يأتي ما يتصل بالشخصية الرئيسية دام بحثه مدة طويلة وقف ضاحكا نقل رسالة باللاسلك عبر المحيط الأطلسي جلس دون حركة جلس دون حركة ولا كلام الإجابة ما يتصل بالشخصية الرئيسية دام بحثه مدة طويلة نقل رسالة باللاسلك عبر المحيط الأطلسي جلس دون حركة ولا كلام خمسة عند انتظار نتيجة التجربة شعر ماركوني بالخوف والقلق أستخرج من النص ما يدل على ذلك الإجابة إنه ينتظر والخوف يملأ قلبه أعين من الأوصاف الآتية ما يتعلق بماركوني مثابر متكبر مجتهد واثق من النجاح واهم طموح صبور الإجابة الأوصاف الآتية المتعلقة بماركوني مثابر مجتهد واثق من النجاح طموح صبور سبعة بما شعر ماركوني لما تحقق من نجاح تجربته أستخرج من النص ما يؤكد إجابتي الإجابة شعر ماركوني بالفرح لما تحقق من نجاح تجربته وطفر الدموع الفرح من عيني ماركوني المخترع الشاب وأخذته نشوة عارمة فراح يرقص بشرا وحبورا ثمانية أعدد الأعمال التي قام بها ماركوني كما وردت في النص ألف قبل سماع الدقات الدلة على الرسالة ب بعد التأكد من نجاح التجربة الإجابة الأعمال التي قام بها ماركوني قبل سماع الدقات الدلة على الرسالة ركز في السماعة المثبتة على أذنه ثبت بالجهاز سلكاً امتد عبر نافذة المختبر ليصل إلى طائرات من ورق تتأرجح في الجو من الريح الأعمال التي قام بها ماركوني بعد التأكد من نجاح التجربة البكاء فرحاً الرقص نشوة وبشراً تسعة عاش ماركوني حالتين مختلفتين أذكرهما أبين سبب تحوله من حالة إلى أخرى الإجابة عاش ماركوني حالتين مختلفتين الأولى كانت حالة خوف وقلق والثانية حالة فرح ونشوة وسبب تحوله من حالة إلى أخرى هو تمكنه من نجاح تجربة اختراع جهازه اللاسلكي أبدي رأيي عشرة يتطلب تحقيق الطموح خصالاً متعددة ما هي حسب رأيك؟ الإجابة من الخصال التي يجب التحلي بها لتحقيق الطموح نذكر العزيمة الإصرار الثبات الصبر المحاولة وإعادة المحاولة أحد عشر توصلت إلى تحقيق طموحك بواسطة خصال تتمتع بها ما هو هذا الطموح؟ وما هي الخصال التي بفضلها حققت طموحك؟ الإجابة طموحي هو الفوز بالمراتب الأولى في كل مراحل تعليمي والخصال التي بفضلها حققت هذا الطموح هي العمل المتواصل والجاد العزيمة الصبر المثابرة والتركيز أفتح نافذة وأغني ملف التعلم ألف فيما أفاد اختراع ماركوني الإنسانية؟ باء هل تعرف اختراعات أفادت الإنسانية؟ بين كيف؟ جيم هل تعرف اختراعات أضرت بالإنسانية؟ بين كيف؟ بين كيف؟